تحية لمشاهدي برنامج تحديات إيمانية عبر تشاريتي تيفي عم بتابعونا داخل أراضي لبنانية وخارج الأراضي اللبنانية عنوان حلقتنا لليوم مع الأب بيتر مدروس لماذا نكرم الصليب وهو بالزمانات كان وسيلة أعدام الله معك أبونا الله يحفظك حامل بإيدك كتاب رح يفيدنا بحلقتنا اليوم إن شاء الله كتاب ما أنه موجود في لبنان إلا الجزء الأول منه الجزء الأول منه اسمه قضايا ساخنة عنوانه مواضيع ساخنة في سبيل رد واضح صريح حول قضايا ساخنة عن المسيح موجود برضو بالمكتب البلسية المطبع البلسي يمكن أبونا فينا نجاوب على سؤال حلقة اليوم بأول آية إذا شرحناها إن الصليب عند الهالكين جهالة وعندنا نحن المخلصين هو قوة الله قد تكون هذه الآية منسمعها كتير بالقديس بأزمنة معينة خصوصة بزمن الصليب ولكن مش الكل يمكن منفهمها منعرف شو أبعادها شو خلفياتها لأنه عنوان الحلقة الصليب مكرم ولكن كان بالزمنات أداة تعذيب وأداة إجرام شو فينا نحكي بهذا الإطار أبونا؟ نعم فينا نحكي إنه مثلاً ورد في كورينتوس الأولى فصل واحد آية 17 لما بقول مربولوس عمت أيضاً بيت استفناز نص يعني ممكن استخدمه كمثل لتعميد أطفال عائلات بأكملها بعدها مباشرة آية 18 بقول إن كلمة الصليب هي عند الهالكين جهالة مورية يعني جنون أما عندنا نحن المخلصين فهي حكمة فهي قوة الله لأنه مكتوب سأهلك حكمة حكماء بعدين بقول اليهود يطلبون الآيات آية 22 سمية الإشارات العلامات واليونان يعني الوثنيون يطلبون الحكمة آية 23 أما نحن فنكرز بالمسيح المسلوم سكاندلون حجر عثرة لليهود وجنون لليونانيين نبدأ باليهود معقدي شوي القصة خلينا نشرح بدنا نبسطة لأنه معقدي شوي الصليب عند اليهود هو علام عفوا أداة إعدام إعدام مش عند اليهود فرض على اليهود هذا الأسلوب منذ الحكم الروماني الاحتلال الروماني لفلسطين يعني من سنة 63 قبل الميلاد على يد الجنرال بومبيوس واستمر فيما بعد واستمر طبعا الرومانيين كانوا آخر من استخدم الصليب كأداة إعدام أجاب بعدهم قسطنطين الكبير ولما اعتنق المسيحية أو لما تعاطف مع المسيحية ألغى حكم الإعدام صلبا إكراما للسيد المسيح إذن بالنسبة لليهود الصلب هو طريقة إعدام دخيلة من الاحتلال والهيمناء الرومانيين هو بالنسبة للفكر اليهودي والفكر اليهودي التلمودي هو شيئين عشان هيك بصراحة كل اعتراضات خارجية بتيجي علينا إحنا المسيحيين مش الاعتراضات الداخلية اللي من نفس الإنسان اللي من عقل الإنسان تيجي عفويا ولكن الاعتراضات الخارجية دائما أساسها يهودي اليهود هم وراء كل الاعتراضات على الصليب ليه؟ أنه بالنسبة لليهود الصليب خيبة أمل مش ممكن أنه ملخها مشيح يعني المسيح الملك لا من قيمته أنه يولد في مغارة ويوضع في مزود ولا أنه يموت على صليب هذا المسيح المجيد اللي بده يكون إمبراطور العالم اللي يبسط الهيمنة اليهودية خلينا نقول الصهيونية على العالم كله إذن الصليب خيبة أمل عشان هيك اليهود بتكهربوا من الصليب وسنحنا نعرف أنه في أسباب لاختياره الولادة بمزود والموت على الصليب ما هيدا اللي ما عجبش الشعب اليهودي يعني ما بتوفيش معهن مزود طيب هم ملانين مصاري الصليب شو واحد يموت على صليب ما بدهن حكم وسيطرة على العالم ولليوم يعني معروفين في إما مخفيين أو ظاهري ثانيا وهيدا زي ما بقوله بالفلسطيني أداء رأبة يعني أصعب الموضوع الصليب أداة الجريمة والمجرم بعيدا منكم يريد دائما أن يخفي أداة الجريمة زي ما قالت جولدا مئير على ما يبدو للبابا القديس لأنه صار قديس بولوس السادس لما استقبل عنده كمشكة مش مهم يعني كممثلة عن الشعب العبري في فلسطين أنه ما كانش فيه وقت تبادل علاقات دبلوماسية بين الكرسي الرسولي وغيره في أرضنا لقطة الصليب تابعوه بعد ما رافقها على الباب حسب البروتوكول لقطة الصليب تابعوه قالت له هيدا عذبنا إحنا اليهود مدة عشرين قبل فإذن بلخص بالنسبة للشعب اليهودي لليوم الصليب هو خيبة أمل ومن الزرائع اللي خلتهم يرفضوا يسوع الناصري وما يعترفوا فيه كمسيح وعفوا بيلاتوس هيدا الروماني اللي أنفك أنا لأد خصوصي جاكرون وشو حط يسوع الناصري ملك اليهود يسوس نازاريوس فاسيليرس كانت بهدف السخرية مش نكاية باليهود طبعا ولا بيتمسخر على مين على مرته بيتمسخر على اليهود فقالوا له لأ ما تحطش هيك حط هذا الرجل قال شو قال لهم سكريبسي سكريبسي ما كتبته فقد كتبت معروفين الرومان كمان بشموخهم على الشعوب التانية هذا مفهوم خاطئ يعني عندنا كيف؟ هذا مفهوم خاطئ عندنا كل هالفترة أنه نحن نظن بأنه هيدا سخرية على السيد المسيح هيدا ملك اليهود ومنعلم على أولادنا مش إنه عم يتمسخر على اليهود بحد ذاتهم ما في تناقد ما في تناقد هيدا الروماني شايف حاله عفوا بقولوا عندنا من أخيره بالسماء يعني شايف حاله على يسوع تمسخر على يسوع وبالجملة تمسخر على اليهود بس خصوصي ظهرنا أكيد أنه تمسخر على اليهود لأنه ما رد عليهم لما قالوا لك اكتب هيدا الزلمة قال هايك قال لهم خلاص يعني ملك مصلوب ما تنسوا أنه كمان ملك المزبوط هو القيصر هيدا خيبة الأمل الأولى خلينا نقول خيبة أمل كبيرة عند اليهود لليوم يعني ونفس اليهود أسباب الزرائع اللي خلت اليهود يرفضوا يسوع غيروا رفض يسوع كمانا نفس الزرائع إذن كلمة نرجع لماربولوس النص عمرك أطول من عمرين أنه ذكرتي قبل أنا وما غششتيني ولا أنا غششتك قبل الحل بتوارد أفكار هيدا بالضبط نعم الحمد لله بيقول إذن هو حجر عثرة سكندلون يعني اليهود ماشيين بهالطريق مبسوطين على يسوع يهودي وشاطر بيعمل معجزات وزكي وإمه عزراء يعني ما بوشي اه بيجي بروح بموت على الصليم قولي أول فيلم ما عرفوه من الأول أنه ولد في مغارة ووضع في مزود هاي دي ما عرفوها إلا بعدين فحجر عثرة يعني بيكونوا ماشيين بتفركشوا بتفركشوا بالصليم بالنسبة للوسنيين بالذات الإغريق فلوسوفية حب محبة الحكمة واحد يروح يموت على صليب شو هيدا زبون يعني شو بيبيع شو مستفيدين منه عشان هيك محبة شو بيجاوب ماربولوس لليهود بقولهم يعني الصليب يعني بالعربي المسيحي المصلوب هو قوة الله اللي بتظهر في الضعف زي ما راح يقول ربنا نفسه لبولوس إن قوتي في الضعف تكمل الرسالة الثانية لأهل كورينتوس وبالنسبة للإغريق لليونان شو بقولهم الصليب هو حكمة الله لا حكمة الله أنه الكلام الحلو ممكن كتير ناس يحكوا المعجزات ممكن تكون خفة يد وإحاقوا وفي كتير بأمريكا سحر مثلا أيهوه واشا عوزي وعلم نفسه تأثير على شخصيات مهزوزة بيعمل له هيك برحبه وأعب الأرض تحضير أرواح مرات بكل الأحوال الصليب هيدا أكبر برهان للمصداقية فيش إنسان كذب مستعد يموت عشان كذبه هذه الميتة المزلة ليش اختار الصليب سيد المسيح المسيح ولا لأنه هذه الظروف بذكى التاريخ بذكى الزمن بذلك الوقت كانت فلسطين اللي هي أرض كنعان اليهود بفضلوا يسموها إيرتسي إسرائيل كانت تحت الاحتلال الروماني وفي الاحتلال الروماني زي كل محتل استنفاعل ما بيعطي الشعب اللي تحت الاحتلال السلطة التنفيذية عشان هيك شو بيقولوا اليهود لابلاطوس لأنه بلاطوس تمسخر عليهم ما فكرك ما أنه هين هيدا الزبون شو قال لهم قال لهم خذوه وحاكموه حسب شريعتكم والتهمة أمام بلاطوس شكل تاني هيدا توضح في كتاب لقيني مشترك مع أستاذة المصرية الإبطية ميرفت عطية موجود معنا لفرجي الكتاب ولا مش معنا شو اسمه؟ حقيقة المسيح ومصداقية الإنجي مش موجود معنا حلقة حلقتين إذا كان يقضي وضع الشعب اليهودي اللي كان تحت الاحتلال وهلأ هو صهر محتل بس نسي التاريخ الشعب الي تعذب نسي انه تعذب وبعذب أحيانا شعوب غيره شعوب كثيرة بالشرق الأوسط ولازال مع الأسف بيقولوا له احنا ما عنا سلطة تنفيذية فالسلطة التنفيذية اضطروا يلجأوا لبيلاطوس هلأ الميتة الصليب زي ما بقول الخطيب الروماني الشهير تشيشيرو شيشيرون بيقول تترمم كروداليسيمم كويتورمنتوم يعني أقصى عذا أقصى بالسين أقصى عذاب وأكثر عذاب رهبة وفضاعة وشو يسوع قال ما من لأحد حب أعظم من حب الذي يبذل نفسه حياته عن أحبائي بهاي الميتة عشان يكفي الرسالة لأهل فليب في الفصل الثاني عنا هيدا هيدا التدهور الفضيع بيقول المسيح يسوع إذ كان في صورة الله إن مورفيثيو إيبارخن هيدا أنا حافظها حتى أورجيك إني شاطري بعد لا هلأ ما عرفت إنك شاطر ناطرا هيدا الجملة بس ماما كانت تقول أبونا جد سمنل عليك 16 لغة مش مزحة وتكون هالقدة قادر تكون ضليع فيهم يعني نيال تلميذك بإكليركية الأراضي الفلسطينية بتعلم محكينا عن هذا الموضول لأن حضرتك بتعلم خصوصة رسائل مربولوس والمزامير والكتاب المقدس بالإكليركية فنييلون فيك عم نجرب نكون تلميذك نحن بهالحلقات أنتو البركة مارسي وبعدين مبسوطين بالمشاهدين كمان أكيد بيقول إذ كان في صورة الله لم يحسب مساواته لله غنيمة هذه مرة تانية منحكي عنها لأنه شهود يهوى بحرفوها في ترجمة العالم الجديد وضع نفسه وصار يطيع حتى الموت نعم والموت على الصليب يعني ما فيه ما فيه أتعس من هيك ما فيه أقصى من هيدي بنفس الوقت ما فيه أسمى من هيك آه بعدين الصليب إحنا بعد ما دخلنا بالصليب مصبوط بعدنا عم نحكي الطريب هو تمهين أربع نواحي يربط الأرض بالسماء والسماء بالأرض الرياح الأربع أباء الكنيسة شبهوه بالمرسى وشو كمانا يعني عدة شبهوه بالطير على فكرة كل طيارة شكلها صليب إلا الكونكورد وما زبطت معهم مشان هيك يمكن يمكن لأسباب مادية كان في صراع بين أمريكا المهم أنه كل إنسان شكله صليب لا لكن الإنسان إذن الإنسان خلقه على صورة الله هو مثاله سفر التكوين نقدر نقول الإنسان خلقه على شكل الصليب هلأ أفتح إيديك بدي يأخذ الإنسان شكل الصليب وإحنا قاعدين هيك صليب وإحنا ركعين صليب وإحنا لما يقطعوننا رأسنا كمان صليب بيسموا الكروكس كوميس يعني هيدا بسموه صليب مار أنتونيوس مار أنتونيوس القبطي المصري صليب مار فرانسيس في رهبانات بتعتمد هيدا صليب هيدا هي الكروكس كوميسا بينما يسوع صلب على كروكس إميسا ليه؟ لأنه في هيدا الخشب العمودية اللي بتطلع لفوق اللي اللي فوق تكرم الصليب صح؟ بالكنيسة في تكريم للصليب طبعا ليش في تكريم للصليب؟ في تكريم للصليب أنا بصراحة كنت عايز برضو بدي سجل عندي هون الاعتراضات على الصليب بس بدي رد على سؤالك لأنه سؤالك خلي الحديث يكون عفوي أولا الحق على ماربو الحق على يسوع يسوع لخصلنا كل اتباعنا لإله بحمل الصليب مش حمل المصلوب عفوا يعني طبعا بعدين رح نشوف أنه الصليب والمصلوب لا ينفصينا إذن من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه هذا خلاصة الحياة المسيحية اتباع المسيح بالألماني بسموها ناخ فولغ كريستي كلمة صعبة جدا ترجمتها للغات أوروبية تانية أو سكسونية أو نعم غير ثانيا في إنجيل لواء من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه كل يوم ويتبعني في إضافة فليكفر بنفسه لأنه يسوع حكى الشيئين يعني نعم فليكفر في نفسه دائما ويحمل صليبه في يحمل صليبه وحاف في متى يحمل صليبه كل يوم في لوقة ويسوع حكى التنتين يعني ما رح نعملها مصيبة طب ليش البعض معلاء بان مزدوجان أو بان هلالان بدي اترق لموضوع وبرجع لقصة الصليب ليش في ناس بيقولوا أنه هذا الكلام مجرد كلام يسوع ما بده إياك تحمل صليبك فعلا لأنه هو حمله عنك وأدى الفرد وأنت مفروض تعيش حياتك مبسوط يسوع بده إياك فرحان في ناس بتفسر هذه العبارات على زوءة أو هذه الأيات وبتقل لك أنه لا ما أصده الحرفة حمول صليبك وتعذب أصده أنه تشبه بالمسيح نوعا ما لهو بصليبه خلصك تتعيش أنت بفرح طيب كيف أنا أتشبه بالمسيح المصلوب وأنا برقص بس في ناس عم تقتنع بهذا الكلام تقتنع تقتنع ما هو في تفسير مقبول وفي تفسير غير مقبول مار بطرس بيعطينا برسالته الثانية ثلاث قواعد حتى يكون التفسير صحيح نعم أولا إذن بطرس الثانية فصل واحد آية عشرين على إيدك اليمين بيقول وعلموا قبل كل شيء أن ما من نبوة في الكتاب تأتي بتفسير فردي إذن أولا لا للتفسير الفردي ثانيا نروح على نفس الرسالة الثانية للمار بطرس فصل ثلاثة آية خمسة عشر وتابع بيقول عن ناس حرفوا شو يعني حرفوا؟ يعني غيروا في تفسير رسائل مار بولوس إن لها فينا كلام كثير عن هذه المسائل نعم اللي فيها بيقول عن رسائل مار بولوس التي يحرفها يحرفها مش بغير النص بغير التفسير مين؟ قوم لا علم عندهم ولا رسوخ يعني ما بيرجعوا للرسل ما بيرجعوا للأصول ما بينتموا للأصول عشان كل الحركات الحديثة مهما بيّن إنه عنده علم فيش عندها رسوخ فيش عندها جذور هايدي التلات شروط غير عن المنطق السليم لما المسيح بقول فليحمل صليبه شو يعني يحمل صليبه؟ خلينا أخد صليب بالمعنى المعنوي فليحمل ألمه لأنه الرأس مش صليب أكل كنافة مش صليب يعني فيه أشياء في الحياة مزعجة شو هو الصليب؟ معناه إذا ما بدنا يب المعنى المادي الصليب هو كل ما ينغس كل ألم كل وجع كل مرض كل حزن كل وفاة كل زل كل معاناة كل فشل فشل يعني إخفاق بالعرب الفصيح هيدا الصليب بعدين دو مؤاخذة كلام زي عبد الوهاب ما بيشكي يعني أنا من ضيعه في الأوهام عمرا مين فيه إنسان مننا ما بيتعذب؟ بس أبونا تسمع كتير كلام إنه مني قدي ستأحمل صليبي أنا مني قادر أحمل الصليب طيب ليه المسيح بيأمرني فيه؟ في كتير ناس بترفض حمل الصليب رفض حمل الصليب شو دلالته أو شو ممكن تكون تدعياته على حياة الإنسان المسيحي؟ نفس اللي قاله ماربولوس إنه كلمة الصليب جهالة جنون لأنه فيني كون فهم الصليب فيني كون فهم أهمية الصليب وبعرف شو معنى الصليب نونون الصليب بمعنى الألم بس رافض أكيد بالمعنى المعنوي اللي عم تقول عنه بس أنا رافض هذا الصليب شو تدعيات رفضي على حياتي المسيحية؟ أول شيء ماذا أخسر عندما أرفض الصليب؟ رفضي للصليب يعني رفضي للمسيح لأنه ماربولوس فيه رسالته الأولى لأهل كورينتوس فصل اثنين هاي اثنين شو بيقول أردت ألا أعرف فيكم يعني بينكم إلا يسوع المسيح وإياه ستفرومينون مصلوبا يعني ماربولوس قول ما بدي أعرف شيء إلا يسوع المصلوب طيب يا ماربولوس بشو بدك تفتخر؟ تعرف هو يهودي عنده نسب من صبت بنيوين وإلى آخره شو بيقول غلط يا ستة أربعة عشر أما أنا ميانته ميانته يعني معاذ الله لا سمح الله معاذ الله أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح يعني الصليب المادي اللي انصلب عليه يسوع هيدا موضوع فخرنا الوحيد إحنا المسيحيين طيب وقت الحلقة خلص أبونا بس بدقيقة كنت عم تقلي بسيق الحلقة أنه الصليب والمصلوب يتماهيان بدقيقة كيف ناختم هيدا الفكرة؟ في نص من رسائل ماربولوس بيقول بدم صليبه شو يعني؟ الصليب عنده دم؟ لا الكرس اللي احنا قاعدين عليه عنده دم؟ رجعنا على الفكرة المعنوية بالمجازي مش بس المعنى المجازي إنه الصليب صار قسم من كيان يسوع ارتوى من دم المسيح لدرجة إنه بدل ما ماربولوس يقول وراح نرجع له في إن شاء الله حلقة تانية عن الصليب بدل ما يقول بدمه على الصليب قلبي دمي صليب قلبي دمي صليب هدياته إيمان لبناء مجتمع مسيحي أفضل تحديات إيمانية بترككم بني داني سوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر